أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طحى ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك هديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم من حاب قبس أو يجد على النار حدا فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا نعليك إنك بالواد المقدس طوا وأن اخترتك فاستمع لما هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واكم الصلاة للذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وإلى فيها مآرب أخرى قال ألكها يا موسى فألقاها فإذا هي هي تسعى قال خذها ولا تخف سنعيد ما سيرتها الأولى واثم يدك إلى جناهك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أحلي حارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبهك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَرْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِّي قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاهِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتَسْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَكُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهِ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرْ عَيْنُحَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمْ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَرِيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْحَبَ آتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْحَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ تَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يتغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فَأَتِيَاهُ فَكُولَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئِنَّاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ والسلام على من اتبع الحدى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم حدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النحى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسهر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفها نحن ولا أنتمك ناسوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولوا فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفله اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلكي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعسيهم يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفله الساحر حيث أتا فألقي السهرة سجدا قالوا آمنا برب حارون وموسى قال آمنتم لهم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقدت عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاما وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وقدما أنت قاب إنما تقدي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرحتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإنه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد علم الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تهتها الأنحار خالدين فيها وذلك جزاء ما تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاطرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما حدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد حوا وإني لغفار لما تاب وما آمن وعمل صالها ثم احتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غدبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنهم ملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا قالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم حارون من قبل يا قوم إنما فتيتم به وإن ربك هم الرحمن فاتبعوني وأتيعوا أمري قالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا حارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ باللهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامساس وإن لك موعدا لا تخلفه واذر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنهرقنه ثم لناسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من عنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم الكيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم الكيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ رزقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نهن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا يومئذ لا ينفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ذلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذلما ولا حطما وكذلك أنزلناه كرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد أعهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم يجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجع فيها ولا تعرى وأنك لا تبمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعد عدو فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض أن ذكري فإن له معيشة ذاكا ونحشره يوم الكيامة أعمى قال رب لي مهشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه فالعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أحلقنا قبلهم من الكورون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النحى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبحا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعل تترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتيهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاكبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في السوف الأولى ولو أنا أحلقناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أسهب الصراط السوي ومن احتدى صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة